اهلا بكم في فيديو جديد على قناة توب 5 واللي اول مرة يشوفنا احنا قناة متخصصة في ترشحات الافلام والمسلسلات اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد توضيح بسيط بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة لازم شوية شروط تتوفر فيك قبل ما تبدأ الحلقة اول حاجة تكون اكبر من 18 سنة تاني حاجة متتفرجش عليها بالليل تالت حاجة متتفرجش عليها لوحدك رابح حاجة متكملش الفيديو ده لو انت مش من محب افلام الرعب لاننا النهاردة والاول مرة في القناة هنبدأ سلسلة افلام الرعب بعد ما عملت قايمة كبيرة او مكونة من اكتر من 30 فيلم وبعد من مناقشة مع عشاء النوع ده من الافلام قدرنا نوصل لقايمة فيها افضل 5 افلام رعب والرعب الاكبر من الافلام ان اغلبة الافلام دي مكتبسة عن قصة حقيقية الاختيارات دي يا رب تعجبكو ولو في اختيارات تانية يا رب تعرفونا في الكومنتات لاني اكيد هيكون عندنا جزء تاني ويلا بينا نبدأ في المركز الخامس عشان تكون البداية سخنة مش معنا فيلم رعب لا احنا اخترنا لك سلسلة افلام رعب بس بتتصنف انها من اكتر السلسل الرعب في تاريخ السينما سلسلة افلام الرعب التركية سجي نفس التعليمات اللي قلناها في المقدمة تنطبق على السلسلة دي بس زود عليها انك ما ترددش التعويز اللي كانوا بيقولها في الافلام دي وده المصلحتك الشخصية السلسلة مكونة من 6 اجزاء كل فيلم منهم بقصة مختلفة بدأت السلسلة في 2014 بالجزء الاول لحد الجزء السادس في 2019 احداث الست اجزاء مكتبسة عن قصة حقيقية بدون حوارين فكرة السحل الحاجة كده زي مسلسل المداحة مع اعتبار ان حمد اهلال بزبون شبوب في المركز الرابع معنا فيلم كاندي اسباني من انتاج 2013 مقتبس من فيلم قصير كان مرشح لجائزة الاسكار مدته 3 دقايق وبعد الاراء العالية اللي خدها الفيلم ده حاولوا الفيلم طويل بيحكي عن رجل اعمال اسمه جيفرسو قتل مراته وشركته في الشغل نتيجة ازمة مالية كبيرة ضربت شغله عشان بعد كده يهرب هو بناته فيكتوريا 3 سنين وليلة سنة وهو في الطريق العربية بتاعتهم بتعرض لعصفة قوية قوي فتضطر العربية تخش جوه الغابة وهناك بيلاقي كوخ صغية وقتل بنته الكبيرة بيتقتل قبل ما تقتلها ولمدة 5 سنين عمهم بيفضل يدور عليهم لحد ما بيلاقيهم في الكوخ ده بعد 5 سنين عشان يخدهم ويوديهم عند الدكتور تأهين نفسي بس ما كانش عندهم غير رد واحد على اي سؤال كان بيتقلهم هو كلمة ماما ازاي قدلوا ويعيشوا ع 5 سنين في الغابة وايه كلمة ماما ده ده اللي هشوفه في احداث الفيلم في المركز الثالث معانا فيلم من انتاج نتفليكس لسنة عشرين تلاتة وعشرين من بطولة الممثل الرهيب راسل كروه الفيلم مبني على احداث حقيقية حصلت للكاهن جابرين امورس اللي كان شغال زعيم لعمليات طرد الارواح الشريرة في الفاتيكان واللي قام بأكتر من 100 الف عملية طرد للارواح خلال حياته الكاهن اللي توفى سنة 2016 عن عمره 91 سنة كتب كتابين بيلخصوا كل خلاص التجربته في 91 سنة عشان يجي بعد كده راسل كروه ويعمل لنا الفيلم ده اللي بيوصف فيه تجربه في محاربته للارواح اللي سكنت الناس وزرعت الرعب والشر فيهم وبأن راسل كروه اللي عمل قصة الفيلم ده فاحنا اكيد قدام فيلم مرعب ورهيب جدا في المركز التاني فيلم من انتاج 2005 انا شخصيا باعتبره اكتر فيلم رعب شفته في حياتي الفيلم المكتبس عن قصة حقيقية لبنت اسمها أنيلس ميشيل الفيلم بيحكي عن بنت امريكية عندها 19 سنة بتموت بسبب جروح ذاتية وسوق تغذية بعد محاولة تطرد الارواح الشريرة منها عشان يتم اعتقال الاب ريتشارد مور كاهن الكنيسة اللي حاول يطرد منها الارواح ويتحاول للمحاكمة وبعدها تحاول الكنيسة مع مور انه يعترف بزنبو عشان يقليله هجوم الرأي العام عليهم بس هو شايف نفسه بريء من التهم دي وتتعاطف معاه محامية اسمها ايرين وبتدفع عنه بس بشرط واحد بس انه يقول الحقيقة وراء قصة املي عشان يبدأ الارت لاب ريتشارد قدام المحكمة يحكي قصة املي من البداية في المركز الاول وبإجماع القراء الفيلم المكاوم من جزئين واللي عمل ضجة كبيرة مع صدور الجزء الاول منه سنة 2013 الفيلم الميبني على احداث حقيقية من مذكرات المحققين في قوى الخارق الطبيعية ايد ولورين الجزء الاول اللي بيتكلم سنة 1971 عن احداث حقيقية وبتعتبروها ايد ولورين انها من اصعب الحالات اللي قابلوها في حياته لما طلبت منهم قصرة روجر اللي بتتعرض للترهيب من قوى غريبة في مزرعتهم اللي بتقع برا المدينة عشان يروحوا للمزرعة ويكتشفوا حالة كانت الاصعب في طريقه وبعدها هيجي الجزء التاني في 2016 لما بيرجع ايد ولورين ويسافروا شمال لندن عشان يساعدوا قسرة هادسون المكونة من ام واربع ابناء بسبب معانتهم الرهيبة في منزلهم الفيلم ده او الفيلمين دول استعقوا بكل جدارة ان هما يكونوا المركز الاول لو ترشيحاتنا عجبتكو اعمل لايك للفيديو واكتب لنا رأيك في الكومنتات ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد خلص الكلام سلام اشتركوا في القناة